يتمتع الشباب بالطاقة والحيوية وشباب الصحابة هم خير قدوة يقتدى بها في الريادة وتحمل المسؤولية ومنهم أبو عبد الله مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد منافن البدري القرشي رضي الله عنه أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفا من قومه فلما علموا بإسلامه أوثقوه ثم هرب وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة كان مصعب أنعم وأعطر غلام بمكة وكان فتى مكة شبابا وجمالا وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وأرقع ولكنه ضحى بالنعيم والرفاهية وبذل حياته للدعوة في سبيل الله تعالى فقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أهل بيعة العقبة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان يسمى المقرئ وكان بذلك أول سفير في الإسلام عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا أي من المهاجرين مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم وكان شجاعا مقداما فقد شهد بدرا وفي غزوة أحد قاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وفي يده لواء المسلمين توفي مصعب في غزوة أحد في شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة وليس عنده شيء من الدنيا بعد أن كانت الدنيا كلها عنده قال خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير وأتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برداه لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي